وفي شهر نوفمبر سنة أربعة وثمانين وثمانمائة وألف ميلادية كما يقول المؤرخ الصهيوني إسرائيل كوهين في كتابه تاريخ موجز للصهيونية جاء فيه اجتمع أربعة وثلاثون من قادة الحركة في مدينة كاتوفيتس في ألمانيا تقع الآن في بولندا وعقدوا مؤتمرا برئاسة الربي اليهودي البولندي سامويل موهيلفر وتقرر أن يبدأ المؤتمر أعماله في يوم ميلاد السير موشيه مونتيفيوري لمناسبة بلوغه مائة عام وانتخب اليوم بانسكر رئيساً للمنظمة وقرروا توحيد عمل الجمعيات التي تم تأسيسها لتهجير اليهود إلى فلسطين وإقامة مستوطنات زراعية بها واتفقوا على تسمية هذه الجمعيات رابطة مونتيفيوري لتنمية الزراعة بين اليهود ودعم المستوطنات اليهودية في فلسطين وبعدها زار بانسكر البارون إدموند روتشيلد في باريس ووافق روتشيلد على رعاية المنظمة وتمويلها